السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيث اقدم لكم طريقة جعل الايفون راوتر بسم الله نبدأ نخش على برنامج السيديا نروح للسورس نضيف السورس الي هو i-l-o-v-e الشرطة Apple .com .com نضيف المصدر بس اه انا مضيفة هي الاقمر حضي مرة ثانية زي ما انتم شايفين هذا اخب هذا السورس بعد ما ضيف السورس تروحون للسيرش تكتبون he-d-a-ne بعد اه بدنت بدنت ابحثوا عن الادات اللي فيها قلب لانها من نفس السورس كما انتم شايفينينا معلومات معلومات المصدر الوف من نفس السورس انا مضيفة الادات فطالق تعديل ما طالع عليه تثبيت سوي تثبيت نستل وثبت الادات بعد ما ثبت الادات هتلاقي هذا ال هتلاقي الادات تحملت عندك هذه هي اه اه لازم اول ما تفتحون برنامج هتلاقيوه نفس كدا تفتحون 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 اول تفتحون اول imper Wi-Fi هتلاقيه هنا 10 x اسم الروتر حقي اسم الراوتر حقي واللي انت بيت الوضع انا اخت هنا الباسورد حاب تخلي بدون باسورد من الصح هذه موجودة قدر بمكانك تحت باسورد يعني تخلي كده بدون باسورد يمشي الحال تحت باسورد ثلاث حروف ما يمشي أربع حروف خمس حروف ما يمشي لازم ثمانة حروف زي اللي انتم شايفينه هنا من ثمانة إلى ستة عشر حرف طيب خلنا حط باسورد او ولا باي هتلاقوا هنا هذا طبعا راح تسألوني اش فايدة هذا هذا إذا أنت حابري تصل في شبكتك ما يتصل لدقيقة واحدة أو دقيقتين أو خمس دقائق أو عشر دقائق أو ساعة أو مفتوح للإرنت هذي الراوتر هذا بفيدك إذا أنت مع أخوياك جالسين وأنت شريحتك مفتوحة أو راح فيدك قوة تفلونا زي ما تم شافين هنا اسم الشبكة لي الراوتر حقي هنا الباسورد طيب وهنا وهنا الTIME OUT اللي هو اللي يتصب شبكتك متى يطلع منها نبر يعني متاح لك طيب بعد ما تسوون هذا كله تذهبوا على الأدادات أو تروحوا على الأدادات تروحوا للواي فاي أنا طبعا لأني بنسوي لكم الشرح من نفس من نفس الجهاز المركب على الأدادات ما تطلع لك الشبكة هنا ما يطلع لك الراوتر لأنك أنت راوتر كيف يطلع لك هتلاقي مثلا خوية اللي جنبك بيلاقي شبكتك اللي دحوم دوت كينغ أو اللي الشبكة اللي أنت تحاطها لأني أنا الراوتر فهذاك ما تطلع لك الشبكة ممكن حين أنت متصل أول أنك تستخدم الراوتر في الوايرلس يعني تخلي النت عند النت عندكم ما يلقط إلا يعني بعيد الغرفة حقتك تحط لك الآيفون يقلبه من عند النت كده يقوي لك النت هذا يدعمه ويرلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوني أخوكم دحوم زيرو كينغ لايك سبسكرايب ادعموني بالكومنت وبسلامتكم ترجمة نانسي قنقر